التقى الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال وفدا برلمانيا ضم نوابا لعدد من الأحزاب التونسية في مقر القيادة القطرية بدمشق الهلال أكد خلال اللقاء على سعادة القيادة السورية بهذه الزيارات المتكررة من الوفود العربية لكي يؤكد على وقوفهم إلى جانب أشقائهم السوريين مشيرا إلى أن سوريا تميز بين موقف بعض الحكام وموقف شعوبهم الأمين القطري المساعد قدم شرحا عن الوضع العسكري والسياسي في سوريا لافتان إلى أنه من لا يعيش الانتصارات التي تحدث في سوريا لا يدرك معناها وخصوصيتها وآخر هذه الانتصارات هو ما تحقق في جرود عرسال والسخنة وأكد المهندس الهلال أنه مع كل تقدم للجيش العربي السوري وتحقيق انتصار على الإرهاب يتدخل العدو الصهيوني والأمريكي بشكل مباشر ليدافع عن أدواته وهذا ما حدث في محافظة دير الزور المحاصرة منذ فترة وفي ختام حديثه أوضح الهلال أن بعض الدول الغربية تريد التنسيق مع القيادة السورية بخصوص الإرهاب إلا أنها تريد أن يكون التنسيق من تحت الطاولة وسوريا تريده من خلال القنوات الدبلوماسية ومن خلال الأطر القانونية والدستورية من جهتها أشادت رئيسة الوفد مباركة عواني البراهمي بالإنجازات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري في كافة الميادين وساحات القتال مشيرة إلى أن الشعب التنسي لا يزال وسيبقى يدعم سوريا قيادة وشعبا وجيشا الرسالة التي تؤديها دولة الجمهورية العربية السورية نيابة عن شعب العربي بتمامه هي رسالة تاريخية هذه الدولة تقاتل نيابة عن أمة بحالها سوريا تعاقب على الخط المقاوم الذي انتهجته منذ حياة الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي كان خطه واضحا وتحالفاته واضحة جئنا لنقول أن الشعب التنسي مع الشعب السوري وجئنا لنقول أن حافظ المرتزقة التي جاءت على تورس على سوريا تخرب وتدمر وتقتل الأبرياء هم جماعة من المرتزق المأجورون أرسلتهم جماعة من المرتزقين المأجورين أعضاء الوفد أشادوا بدور حزب البعث العربي الاشتراكي بهذه الأزمة موضحين أن هذا الحزب أثبت للعالم قوته وقدرته وجدارته بالقيادة